بسم الله الرحمن الرحيم أحبابنا طلاب الصف 11 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة الدروس المصورة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف نبدأ معا دراسة درس بعنوان خصائص الموجات سوف نتناول في هذا الدرس هدفين اثنين الهدف الأول يميز بين أنواع الموجات مع ذكر بعض المفاهيم الخاصة بها والهدف الثاني حل مسائل عددية على قانون سرعة الموجات يبع عندنا قانون سرعة الموجات وأنواع الموجات وبعض المفاهيم بداية قبل أن نتحدث عن أنواع الموجات وقانون السرعة ما المقصود بالموجة ما هي الموجة نلاحظ أحبابنا في هذه الصورة المتحركة عبارة عن موجة تحدث في وسط الماء هذه الموجة هي اهتزاز لجزئات الوسط ونركز قليلا على هذه الجزئات التي هي باللون الأحمر نجد أنها ترتفع لأعلى وتهضط لأسفل ارتفاعا وانخفاضا دون أن تنتقل من مكانها إذن أستاذنا ما هي الموجة هي اهتزاز لجزئات الوسط ماذا يفعل هذا الاهتزاز يقوم بنقل الطاقة دون نقل جزئات الوسط بمعنى أن الموجة الصوتية تقوم بنقل طاقة صوتية الموجة الضوئية تقوم بنقل طاقة ضوئية فأي موجة تقوم بنقل الطاقة ولكن ليس لها الاستطاعة أو القدرة على نقل جزئات الوسط إذن ما هي الموجة؟ هي اهتزاز ينتقل في وسط ما ويجب ملاحظة أن الموجة تنقل فقط الطاقة ولكن ليس لها القدرة على نقل جزئات الوسط والآن دعونا لنتعرف على بعض خصائص الموجات قبل أن نتعرف على خصائص الموجات دعونا ندرس أنواع الموجات هذه هي الموجة تتحرك في وسط مادي وبالأحرى هذه تسمى نضة نضة الماء لأنها أحيانا تحدث في اتجاه واحد فقط وتنتشر باتجاه معين تسمى هذه الموجة ميكانيكية لأنها تحتاج إلى وسط مادي تنتقل خلاله إذن انتقلنا إلى موجة أخرى وهي الموجة الصوتي نجد أن قبل حدوث هذه الموجة في الوسط تكون جزئات الوسط الغازي أو الهواء كما ترونه تتذبذب حول موضع سكونها أو اتزانها دون أن تنتقل من مكانها فقط حركة ذبذبية للجزئات الوسط بعد أن يحدث الصوت ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يا ترى؟ نجد أن مصدر الصوت أو الصوت أجبر هذه الجزئات على أن تنتظم بشكل معين وتتذبذب بشكل معين هذا الشكل اللي كنا نسميه في المراحل السابقة أحسنتم تضاغطات وتخلقلات وأسمع بعضكم يسمي هذه الموجة بالموجة الطولية أحسنتم بمعنى أن الموجة الطولية أستاذ هي الموجة التي تتكون من تضاغطات وتخلقلات وتهتز فيها جزئات الوسط في اتجاه انتشار الموجة هذه أيضا تسمى موجة ميكانيكية لأنها تحتاج إلى وسط مادي فالصوت بدون الوسط المادي لا ينتقل أحدابنا والدليل على ذلك ما يحدث من انفجارات في جو الشمس لا يصل إلى الأرض لأن بين الأرض والشمس فضاء كوني فراغ لا يوجد وسط لينقل هذه الموجة أو الطاقة الصوتية أما الضوء أحبابنا فإن الضوء يعتبر من الموجات الكهرومغناطيسي لأنه يصل من الشمس إلى الأرض عبر الفضاء الكوني إذن فإن الموجة الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط مادي يمكنها أن تنتقل في الفراغ ويمكنها أن تنتقل في الوسط المادي بدليل وصول ضوء الشمس إلينا أيضا الموجة الكهرومغناطيسية كلها موجات مستعرضة لأنها تتكون من أحسنتم من قما وقيعان القمة هي الاهتزاز في الاتجاه الموجة والقاع في الاتجاه السالب نعود إلى درسنا لكي نثبت المعلومة نسأل عليها بعض الأسئلة ما المصطلح العلم الذي يدل على اهتزاز ينتقل في وسط المهن نفكر قليلا ونقوم بإيقاف الفيديو أحسنتم أنت أيضا أوقف الفيديو نعود إلى الإجابة ما المصطلح العلمي الذي يدل على هذه العبارة اهتزاز ينتقل في وسط ما أحسنت الموجة ما الذي تنقله الموجة الطاقة جزاءات الوسط الطاقة أحسنتم ما الذي لا تنقله الموجة جزاءات الوسط حيث أن الموجة ليس لها قدرة على نقل جزاءات الوسط والآن ننتجه إلى هذه الخريطة المفاهيمية باستخدام كلمة طولية مستعرضة ميكانيكية كهرومغناطسية لنملأ هذه الفراغات تقسيم الموجات وفق اهتزازها تقسم إلى اسمعكم طولية مثل الصوت ومستعرضة مثل الضوء أو الموجات الحالثة في الماء حسب انتشارها تنتشر في الفراغ مثل الموجات الكهرومغناطسية وفي الوسط الماد تنتشر فقط في الوسط الماد وهي موجات ميكانيكية أحسنتم والآن بعض المفاهيم الخاصة من الموجات هذه الموجة مستعرضة لأنها تتكون من قمة وقاع تنتهي الموجة بنهاية القمة والقاع قمة وقاع تنتهي الموجة عند هذه النقطة هذه العلاقة بين الإزاحة على المحور الرأسي والمسافة الكلية التي تقطعها الموجة على المحور الأفقي أو المفهوم لمدة الطول الموجي الطول الموجي هو المسافة التي تقطعها الموجة كاملا من بداياتها إلى نهايتها هذه المسافة أحبابي قد تساوي مسافة أخرى المسافة بين قمتين متتاليتين أو المسافة بين قاعين متتاليين كلاهما يسمى الطول الموجي لذلك عندنا ثلاث تعريفات للطول الموجي المسافة التي تقطعها الموجة المسافة بين قمتين المسافة بين قاعين متتاليين المسافة بين قاعين متتاليين أيضا إذا كانت هذه العلاقة بين الإزاحة والزمن فإن هذه النقطة التي تنتهي عندها الموجة تسمى الزمن الدوري ويرمز له بالرمز كابتال تي بس بشرط أن تكون هذه العلاقة علاقة زمن على المحور الأفقي تعريف آخر وهو التردد التردد هو عدد الإهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة أو في وحدة الزمن إذن التردد هو عدد الإهتزازات خلال ثانية واحدة أو وحدة الزمن الزمن الدوري هو زمن إهتزازة كامل الطول الموجي هو المسافة التي تقطعها الموجة خلال دورة كامل السعة ما هي سعة الإهتزازة؟ هي أقصى إزاحة سواء كانت في الاتجاه الموجب أو الاتجاه السالب ويرمز لها بالرمز A-Amplitude هي أقصى إزاحة والآن ننتقل إلى تقويم الهدف املأ الجدول التالي بالاستعانة بهذه الكلمات التردد الطول الموجي الزمن الدوري سعة الإهتزازة ثم أكمل وحدات القياس من عندك يا بطل والآن أوقف الفيديو واشتغل مع نشط نعود للحل الأولى المسافة التي تقطعها الموجة الطول الموجي عدد الإهتزازات اسمعكم؟ أحسنتم التردد أقصى إزاحة سعة الإهتزاز زمن إهتزازة كاملة هو الزمن الدوري أحسنتم والآن وحدات القياس الطول الموجي أي طول أو مسافة يقاس بوحدة متر التردد يقاس بوحدة هيرتز أو سكند مينس وان لأنه مقلوب الزمن الدوري سعة الإهتزازة نفس الطول بالمتر الزمن الدوري أي زمن يقاس السكند ثانيا تقويم الهدف الأول انظر إلى الشكل عليه مجموعة من الحروف حدد على الرسم الحرف الذي يدل على الطول الموجي وسعة الإهتزازة الطول الموجي حرف أيها أستاذ نعم إحنا قلنا أن الطول الموجي هو المسافة بين القاعين أو قمتين عندي مسافة بين القاعين وهي دي لماذا لم نقل سي لأنه لم تكتمل إلى القاع الأخرى سعة الإهتزازة هي أقصى إزاحة إيه؟ لا يا أستاذ إيخذ الإزاحة اللي أعلى والإزاحة اللي أسفل في الموجب والسالب إحنا هنا نأخذ واحدة فقط وهي في الاتجاه الموجب محددة بالرمز بي كيف يمكن زيادة طاقة الموجة؟ لابد أن نعرف أن طاقة الموجة تعتمد على عاملين فقط وهما التردد والسعة وكلاهما علاقة طردية إذا زاد زاد هذا معنى العلاقة الطردية أو نقصة نقصة زيادة كيف يمكن زيادة طاقة الموجة؟ يبقى زيادة زيادة السعة أو زيادة التردد أحسنتم وبرك الله فيكم والآن ننتقل إلى الهدف الثاني وهو قانون سرعة الموجات هذا القانون ينص على أن V equal F dot lambda V سرعة الموجة F التردد lambda الطول الموجي ويقاس بوحدة المتر إذا أردنا أن نحسب التردد نقسمه على لمدة نقوم بشطب لمدة من الجهتين نحصل على قانون F equal V على لمدة والعكس إذا أردنا أن نحسب الطول الموجي لمدة نقسم الجهتين على F فنحصل على علاقة lambda equal V تقسيم F أما V فهي حاصل ضرب لمدة في F ما هي العلاقة بين التردد والطول الموجي ترى؟ هل هي علاقة ترضية أم عكسية؟ نلاحظ هاتان الموجتان الموجة التي على اليسار الطول الموجي لها واضح أنه أكبر من الموجة التي على اليمين ونلاحظ أن عدد الموجات الحادثة في الثانية بالنسبة للموجة التي على اليمين أكبر من التي على اليسار إذن هذه التي على اليسار أكبر طول الموجي يا أستاذ ولكنها بالنسبة للتردد أقل تردد أكبر وأقل نفس بعض والعكس بعض أسمعكم؟ إذن فهي علاقة عكسية يا أستاذ يبقى العلاقة بين التردد والطول الموجي عكسية بمعنى كلما زال التردد قل الطول الموجي تدريبات على قانون السرعة هذه علاقة بين الإزاحة على المحور الرأسي والزمن بالسكند على المحور الأفقي أولاً كم الزمن الدوري؟ الزمن الدوري هو زمن اهتزازة زمن دورة تنتهي الدورة القمة والقاع عند واحد سكند احسب التردد أخذنا فيما سبق أن التردد هو مقلوب الزمن الدوري بمعنى التردد هنا واحد على واحد أي واحد هرتز أو واحد سكند مينس ون أترككم برهة تجيبه على الجزء الذي في اليسار الموجة التي في اليسار ألقى في الفيديو حسنت التردد اثنين سكند لأنه نهاية الموجة عند اثنين سكند أما الزمن الدوري هو اثنين سكند أفوال والتردد التردد واحد تقسيم اثنين يساوي 0.5 هرتز أيهما أكبر في الطول الموجة؟ واضح أن الأكبر في الطول الموجة هو أحسنتم بي أيهما أكبر في السعة؟ واضح أن الأكبر في السعة؟ اسمعكم؟ كلاهما له نفس السعة أحسنتم وكام السعة؟ السعة واحد في الجهتين أيهما أكبر في الطاقة؟ اتفقنا أن الطاقة تعتمد على التردد والسعة كلاهما نفس السعة يا أستاذ يبقى نشوف العامل الثاني إذن العامل الثاني وهو التردد الموجة A هي أكبر تردد إذن فهي أكبر طاقة تقويم الهدف أترككم لتقوموا بحل هذا السؤال في صمت بعد إيقاف الفيديو أوقف الفيديو حدد الطول الموجي لهذه الموجة نعود الطول الموجي أستاذ هو نهاية الموجة الموجة انتهت عند 1.2 متر إذن الطول الموجي لامضة يساوي 1.2 متر احسب السرعة V equal lambda F lambda 1.2 والF موجودة عندنا ووحدة قياس السرعة متر بير ساكنت حسنتم والآن نصل إلى واجب حصة اليوم حل تدريب رقم واحد بالكتاب المدرسي صفحة 12 وإليكم بعض هذه الأسئلة أوقفوا الفيديو وقوموا بحلها وأنتظر إجاباتكم بإذن الله وأشكركم على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى الفائدة للجميع